اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذي تحرك قبل ان يتحرك اي طرف اخر في نصرة القضية الفلسطينية حين بدأ يعي لاستراتيجية شاملة للهيمني على الام العربية والام الاسلامية في فترة كانت حرج جدا وكان فيها الباك شديد وكان فيها اطار استعماري على كافة الدول المغاربية والدول العربية نحن الان بحاجة كعرب الى الفكر الى تطوير استراتيجيات الفعل المبنية على الفكر والمبنية على مراكمة الانجازات نحن بحاجة لفهم انفسنا لفهم محيطنا ولفهم المجتمع الدولي باكمله اذا لم تفهمي كل هاي المعطيات اي معركة ستدخليها استخسريها هذا المؤتمر كما قلت هو بعنوان دور المغاربيين في الثورة الفلسطينية وتقدم في هذا المؤتمر ثلاث عشرة محاضرة من تونس ومن فلسطين ويتم عبر تقنية الفيديو كونفيرانس لان الاسرائيليين رفضوا منح التونسيين والجزائرين والمغاربين عموما ترخيصا للدخول الى القدس الشريف والى رمالة لانه كان مقرر من قبل ان ينعقد المؤتمر هناك في جامعة القدس المفتوحة برمالة الهدف من هذا المؤتمر هو ان يكون وقف التضامن مع الشعب الفلسطيني في نظاله المستميت من اجل استرجاع حقوقه المسلوبة وايضا الهدف من هذا المؤتمر ان يكون وقفة دعم وتضامن مع الاسراء الفلسطينيين الذين يخذون اضراب الجوع اضراب الحرية والكرامة منذ السابع شهر من ابريل ايار الماضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة